ضفتي طبعاً اللي منوراني في قاعدة ستات زي ما انتوا شفتوا دلوقتي كم منها الأعمال واللزازة والموهبة والشطارة والاجتهاد وكل دور حقيقي بتلعبوا بتصيب فيه بصمة وعلامة كبيرة الجمهور كله بيحبها لأنها قريبة منه وهي اسكندرانية وزي العسل صريحة وجريئة وليها أراء مختلفة عن أي حد النهاردة منوراني ومشرفاني الجميلة زينة مصور أنا بحبك والله العظيم تلاتة ده أنا بحبك قوي 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 لأن انت برضو بنت بلد وجدع وقرائك حلوة بتعجبني ومبسوط أن أنا معاك وأن انت يعني كنت والله كل ما بيكلموني ببرامج أول ما قالوا لي قاعدة ستات مع أمر وقلت لأ لازم أجيدي يا حبيبتي ده شرف لي أن انت يتنوريني وأنا بحبك أشير انت بنت بلد أنا دايماً بحبت زيوفي كده يكونوا إيه جايين قاعدة ستات حلوة برحيتهم يفتفادوا ونقول اللي احنا عايزين وما يهمناش حد بالسواري لنا لاب سهول كده أمر فتي جاي النهاردة محتفلة بقاعدة ستات أيوة النهاردة محتفلة بيك يا مارو يا حبيبتي والله العظيم ومنورة الاستوديو كله والله كلنا فرحانين بيك ده نورك بتحبي أعدات ستات ولا لأ؟ الحلوة اللي ما فقاش بقى نميمة وابتا وناقض نتكلم على فلانا وترتنى وعلانا بقوم أو يعني مش عايزة بقى زنوب فهمك؟ ولكن أحب قاعدة الستات يعني أحب قاعدة الستات يعني اللي هما الستات اللي طعفة كده اللي اتخذي منهم معلومة كويسة كلمة كويسة يبقى يقولولك حاجة تستفيدي بيها يعني في حاجات في دماغي مع ستات مثلا أعدت مهم حتى لو أنا ما عرفهمش بس بقى أفتكر كلامهم الإيجابي الكويس ونفذوا عندي من حاجات كثيرة سواء بقى على المستوى بقى في البيت سواء على المستوى الشخصي لأني برضو ما عنديش خبرة برضو في الحياة فالواحد كل ما بيقعد مع حد عنده خبرة فبيكتسب منه خبرة أكثر ما عنديش خبرة في الحياة خالص يعني أنت ما شاء الله الله أكبر تمسك الخشب كم من الأعمال غير طبيعي وشطارة وبعدين يعني بتعرف تتلوني على حسب الشخصية طول السوت بيتغير الشكل بيتغير الأداء كل حاجة فدي ما شاء الله شطارة مش عد فنانين كتير بيشوف الناس فدي خبرة لا أنا على المستوى شخصي يعني لما كانش عندي خبرة بالحياة خالص مش خبرة يعني عايشة كده هلهلي يعني كده مع نفسي كده كل الناس حلوين فعنايا حلوين لكن لما بشوف كاركتر أو كده فسبحان الله بيبقى بالصدفة أنا شايفة ده قبل كده أو شايفة الستي دي قبل كده فأنا عندي ملكة يعني التقليد أو أن أنا ممكن حلوة قوي طرف يتقلدي بتقلدي مين لا أقلدي الشخصية اللي أنا بعمل إلا ما ما تعرفيش تقليدي حركتر يعني لو ركزت معيك مثلا وشفت أه أعرف إلا زمات إيه الطريقة إيه بتاع يبقى نركز بقى لحد آخر آخر الحوار وتقلديني بقى يعني بس في الآخر تكوني برضو خط شوية حاجات طب دايما أعداد الستات يقولك إيه إما هنقض ناكل أو هننم اللي هي الحاجة اللي أنت ما بتحبيهاش هننم على الستات إنا بصي دي إيه إيه مارف إيه قولين إيه قولين بالزبط إنتي بتتكلمي يعني الأعداد بتاعتكم وأكيد الأعداد بتاعتكم مش كلها معلومات إيجابية أيهما أحسن لأ ما هو بقى يعني لأ ما أنا أعدت برضو أعداد نمي كتير في حياتي من وانا صغيرة آه وبعدين بقى لما فوقت بقى وعرفت إن النمي ده مش حاجة من يلا بستين يلا بس بتخشي في النمي لا لا والله تسمعي بس يعني تقولي أسمع مثلا مين عمل إيه بس ما تجوابش معيهم بخدش واني آه أسمع يقولي لي يقولي إيه يقولي إنتي عملت وسوت وراحت وقالت وفلان الفلاني وعدت كتك إيه وقوليني طب إنتي مش أعدتي معها طب إنتي ما اشتغلتش معها ده عز قعدة الستات اللي إنتي ده عز قعدة الستات طبع أقول لهم آه طيب بس إيه أطنش أوعمل نفسي فهم أنت من بينها بس لو جالك فضول في حاجة عايزة تعرف فيها تقوليهم إيه ده يعني عملت إيه يعني عمل إيه يعني سابوا بعض جاو ده آه آه معقولة بتاع لكن ما 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 شفتيش بقى بعد كده أو أشوف مثلا حد تاني قوله مش فلانا حسن مش قالولي ما تنقليش الكلم لا ما بحبش آه أنتي ما تنميش بس تحب تسمعي النميمة لا ما بحب لا والله العظيم بتيجي النميمة قدامي بالصدفة يعني آه لكن ما بحبش يعني إيه لو حد بقى حيغوس أوي في نميمة مش كويسة لا بسيبه وبقى مش وقعد أقول له التقي اللي إنت شفت طب إحنا شفنا فلانا عملت ولا فلانا مش عارفة إيه ولا فلانا راحت عندها مشكلة ولا فلانا بعد الشر في حتة مش لطيفة طب إحنا شفنا آه وتقيل إحنا مشوفنا إحنا نسمع إحنا نسمع وما نتكلمش وما ننقلش الكلمة بس كنت آه طب أنا لو جيت كلمتك عن الراجل المصري آيو أو الشرقي يعني آيو الراجل المصري دايما شرقي ودايما عنده تحكمات وعنده قيود وما بيوافقش أن امرأته تروح ولا تيجي أنت بتشوفي الراجل ازاي المصري عموما يعني ولا الراجل عموما الراجل عموما خلينا نتكلم يعني بشكل أوسع على حسب خبرتي البسيطة أو من خلال محيط الصحابي اللي طافل زرافي يعني آآ الراجل المصري أو الراجل عموما هو بيحب نفسه حتى لو قال أنه هو بيحب امرأته هو بيحب نفسه فيكي يعني لو خد ملكة جمال العالم لو عنده بانوتة وهو دي مواصفاته عشان هو بيحب نفسه يعني حب نفسه بمعنى أنه الراجل أناني مثلا يحب نفسه أكتر يعني هو بيحب نفسه الراجل بيحب نفسه دايما طيب هسهلك السؤال الراجل المصري أو الراجل بشكل عام ياخد المركز الأول في إيه؟ ده حكيتك حلو على فكرة والله ده حكيتك حلوة ومميزة هياخد المركز الأول في إيه والله من عارفه والله في رجالة كويسين بس دول قلة قليلة أيوا approaching هيا بقى هياخد المركز الأول في إيه ما تهربيش من السؤل بياخد المركز الأول في التتنش في تكبير الدماغ في يرمي كل حاجة على الست وهي تعمل بقى يقول لك اتصرفي اعملي بقى مش عارف ايه طب ماشي انت عايزة شوفي انت عايزة ايه مثلا لكن ما بيبقاش يعني بيكبر دماغي مش عايز يواجه الدماغ مش عايز يواجه الدماغ مش برضو خلينا كده داخد وندي احنا عدين قعدت ستات حلوة ايوه مش الراجل معزور برضو بيروح يشتغل مطلوب منه فلوس على إقصات عليه التزامات عايز يعايش مراته في وضع لطيف وولاده في إمكانيات كويسة والمدارس والتمارين واللي عليه برضو التزامات كتير تم الست بتعمل ده كله وبتدخل تطبخ وتغسل وتربي العيال وتذكر لهم ويتلعن يعني فهمة وبتشتغل وبتجيب فلوس وبتساعده دلوقتي مثلا الشباب بتوليهم اختي الصغيرة مثلا فهو جاب لك ايه يا حد ايكي لا شير كل حاجة شير طب شير ليه عشان يمكن ده يعني قدرته على الدفع ان هو لازم النص بالنص أنا ما عارف ما تعرفيش الكلام لا أنا ما حتى لو إمكانياته قليلة ومش قدر يعمل أكثر ميكي لا يعمل على قد إمكانيات بس أنا مدفعش لا أنا مدفعش عمرك ما تسعدي راجل انتي بتجوزها صح؟ لا بصي مش عمي انتي بتجوزها صح؟ أنا عندي آه عندي ولد بس ما ما شاء الله آه بس ما سعيدش راجل في ايه مثلا يعني ما نبقاش خارجين مثلا راحين سينما ما نبقاش قاعدين في الكافي ما نبقاش قاعدين في مطعم وقومنا اللي حاسب حاجة صعبة لا ما هو بصي بقى فيه موقف دايما بقى تلاقي رجالة كثير بتقع فيه يحضرونا ستات عادة ستات يقولك أنا نسيت المحفظة وقت أول ملشاك ينزل أنا نسيت المحفظة ولا صاحبته ولا خطبته ولا إيه والله هي حصلت مرة مع خطبته وحصلت مرتين تلاتة مع أمراته قال ليها نسيت المحفظة نسيت المحفظة والستة هي اللي بتدفع لأن أكيد يعني مش هيقوم لو هو نسي المحفظة بجد ماشي لكن لو بيستنتع لأ دي تبقى نصيبها سودا بقى نسيت المحفظة إزاي أنت خارج يعني يا زنيو وتنسى المحفظة يعني إزاي يعني مش فهمها دي يعني إزاي ينسى المحفظة يعني لو حصلت معاكي تعملي إيه تدفعي ولا تقولي روح هات المحفظة من البنت وتعيني لا طبعا لو معايا فلوس عدفع عشان ما تحبس يعني لكن أصلا كل مرة ينسى المحفظة يعني بس بعديها بقى مش حسكت هات الفلوس اللي أنا دفعت هات الفلوس اللي عليك يعني هات الفلوس اللي دفعت يعني إيه ده ده اسمه كلام برضو لا ما حبش كده لا الراجل من صفاته إنه يبقى كريم إنه يبقى يدلع ست إنه يجيب لها تلبطة يعني ده الراجل في وجهة نظري يعني مين الراجل اللي ما يتعشرش اللي هو تقولي يعني لتأذيني ولا أذيك انصرف بعيد عني انصرف بخيلي اللي يقوم لك الصبح ده كده يبقى وشه استغفر الله العظيم يعني منأكد مش عارفة ليه هو منأكد بس كده هو بيقوم منهم كده مكتائب أو بالبقى ما يشرب السجارة ويشرب مش عارفة إيه لأوي الجو بقى ده بل ما يفوق بقى التبقى العصرية مثلا أو ما زك اللي هو ولو يقولك ما تكلمنيش الصبح يعني ما تكلمنيش الصبح ما هو عليزي تقولك على الحاجة الستات والرجالة دلوقتي يقولك ما تكلمنيش الصبح قبل ما أشرب القهوة بتاعتي ليه ما عرفش إيه ده إنتي بتعميك ايه مارو هو أنا الصراحة بقعد أستوعب نفسي ساعتين ثلاثة تستوعب نفسك لو أنا مين واسمي إيه وبشتغل إيه وجي فينا فين وعلى أنا فين يعني طبيعي الواحد بيبقى صحي لسه بيشوف لا أنا ببقى في حالة صمت أوكي يعني صمت أفتحيني كده بقى صمتة يعني ماما يعني تمام بس مش مكادية يعني لو لقيت حد مثل معد لا أعوذ بالله لا بقوا ما تفقل كده قول بسم الله يتوكلنا على الله أصبحنا وأصبح الملك ولله ويعني بقى كده يعني الحمد لله إن إحنا يا ربنا أحيانا يعني إن إحنا بقى فيه يوم جديد ودنيا جديدة وشفنا الحياة وكده تقولي بقى الأسكار وكده حتى لو مش قادر أنت بس بقولها من جواي يعني 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 دايما لازم تقولي أسكار السباح علشان تبقي كده فيئة كده ومستوعب الحياة بس لو سوتي مش قادر يتلعي مثلا حد معادي أختي ابني بس ما تتكلموش صبع الخير ما حدش تكلم معادي دلوقتي يا جمال حد ما أبدأ أفوق بعد شوية بقى نشو نتكلم بقى ونشوف الوضع وانتوبين 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 نقوم كده نصلي الصبح الدنيا تبقى لطيفة أفوق بقى وساعة تبقى أي مفايقة جدا لو وراي حاجة لو وراي مش وارقة وعندي تصوير أو بتاع وكده أدخل على الحمام ومش أعرف فإيه وكده أفوق بقى خلاص بقى تمام جدا يعني وممكن تقومي على تليفون مثلا ينكد عليك حياتك ما بقاش جوزك بقى اللي عامل الماء وحداشر بقى يبقى التليفون هو اللي نكد عليك مثلا جالك مثلا حاجة مش عجباكي تقالك خبر بعد الشر مش لطيف خبر حاجات كده حد مثلا ديانة يقولك عملك حد يكلمك قبل كده وقالك أنت عليكي فلوس قومي تعليد فيها دلوقتي لا بتيجي مثلا حاجة كده لع البلوة لع الخاطر يعني مثلا آه ولاي من فترة كده ببصر لقيت إن في حاجة عندي محجوزة في يا ربي فيه وإيه وإيه ليل يعني كان عندي شوية فلوس مثلا فجأة لقيتهم محتجة أدور فيه إيه عامل دورت بقى وعدت كده أتاري كنت بيع حاجة من سنة راح سجل الحاجة اللي أنا بقيتها دي وقال لك عليكي درايب عقرية يا أختي عملتي إيه بقى اتنكيت درايب بقى يعني فلوس وفلوس كتير ده درايب عقرية آآ آآ اللي هو إزاي ما ما كانش فيه في الوقت ده الموضوع ده خالص معرفش بقى فحاجة كده بتجيلك كده بس بقول فدوة يعني يعني ربنا فدانا من حاجة يعني اللي تيجي يجي فريش بأشيش